ترأس سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية لشول السياسية وفد مملكة البحرين في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري في دورتها العادية 61 بعد المئة والذي عقد في مقر الأمانة العامة بالقاهرة حيث تم اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين للقمة العربية التي تستضيفها المنامة في 16 من مايو المقبل أعرب سعادة وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسي عن اعتزاز مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم باستضافة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته المقبلة بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة بما يستهدف تعزيز العمل العربية المشترك أكد سعادته موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطع غزة وتوفير الحماية للسكان المدنيين وإصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهل القطاع للتخفيف من معاناتهم ورفض خطط التهجير القصري للفلسطينيين من ديارهم كونها تتعارض مع القوانين والمواثق الدولية كافة وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي نوهة سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بجهود مملكة البحرين الداعمة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يرتبط بشكل مباشر بنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين ودعوتها الدائمة إلى تعزيز التضامن والتكاتف العربي في موجهة ظاهرة الإرهاب والعنف والتدخلات الخارجية المتزايدة في الشؤون الداخلية العربية ترجمة نانسي قنقر